عزيزي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر يلا نبتدي مراجعتنا بسم الله الرحمن الرحيم على يونت ون على القواعد يونت ون اول حاجة تمام اوكاي عايزين نعرفها ان طبعا في فيديوهات مخصوص هتساعدني طبعا في الامتيحان في الفيديو اللي هو الخاص بتكوين السؤال ونفق الفيديو الخاص بقطعة الفهم وكيفية حل والتعامل مع قطعة الفهم ياريت نرجع هم موجودين على القناة ياريت نرجع ونشوفهم وفي فيديو خاص على حل السؤال السمري برضو ياريت ده مخصص لكل المراحل ياريت نرجع له والفيديو الخاص بكتابة الموضوع وكيفية كتابة الموضوع احنا دلوقتي هنتكلم على الجرامر تمام وحنا نبتدي يونت وان مع البرزنت بافكت اللي هو المضارع التام طبعا عايزين نركز شوية لان احنا عندنا البرزنت بافكت وعندنا البرزنت بافكت بروغرسيف المضارع التام والمضارع التام المستمر هو فرق بسيط بينهم يلا نشوفوا ايه الفرق ده البرزنت بافكت يدل على حدث بدأ في الماضي وانتهى من فترة بسيطة لاستخالص والاثر بتاعه واثره موجود يعني لو ده الباست هو وهنا البرزنت المضارع التام بدأ في الباست ولسه توى خالص الاثر بتاعه موجود يبقى هو لسه هو ليه علاقة بالبرزنت ايه وليه علاقة بالبرزنت انه هو الاثر بتاع الحدث موجود لكن الحدث نفسه الريدي انتهى وده الفرق اللي بيكون بين البرزنت بوفيكت والبرزنت بوفيكت بروغرسيف لان البرزنت بوفيكت بروغرسيف بيبقى الحدث بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى الان نشوف امسل نشوف الاول تكوينه وبيتكون من ايه I We You They المجموعة ده بتاخد هاف He She He Et والجروب ده بتاع المفرد بياخد هاز وبعد هاف غاز بيجي لبيبي اللي هو تصريف تالت طبعا ده شكله في الاثبات لكن شكله في النفي بيكون ايه Haven't Hasn't زي ما هو بدون تغييرات يلا نشوف أمثلة يعني أنا مؤخراً خلصت الشغلة بتاعي أدي هاف فنجد لو أنا حابة أحاول النيجيتيف هقول أكمل جملتي عادي ليجي للمفرد أقول عايز أنفي ويلا نتكلم في حاجات خاصة بالكلمات الدلة عليه لأن طبعاً دي بتجيلي كتير في الاختيارات وبتجيلي كتير في الأسئلة يلا نشوف إيه هي الkeywords بتاعته الكلمات الدلة already ever وحنا نتكلم على كل واحدة فيهم عشان لما تجيني في الاختيار ما تلغبتش ever never just recently since for yet so far up till now lately you can recite them as a song already ever never just recently since for yet so far up till now lately طبعاً يلا نشوف already وjust هما اتنين بيقوا مع بعض في وسط الكلام بصوا معايا i have ready met sarah شايفين already get بين have وبين التصريف التالي sarah has just met مثلاً salim ونفس الشيء just وهم ليهم نفي مخصوص خلينا اتكلم عنه بالمرة ازاي already just يباً احنا هنتكلم هنا على نفي already just طالما جات سريتهم هما ليهم نفي خاص يلا ننفي جملة already ونشوف ايلا حيحصل i haven't met sarah yet شفنا yet فين بتيجي اخر الجملة المنفية يعني انا ما شفت sarah بعد يباً احنا بننفي already ازاي وخلينا ننفي الجملة اللي بعدها sarah hasn't met salim yet يبقى يد بتيجي في اخر الجملة المنفية طب احنا مس لم يعملنا ايه يلا قلولي عملنا ايه رقم واحد طبعاً نحزف already just this is number one number two نضع not مكانهم صح حطينا not مكانهم مش ده حصل ثلاثة yet اخر الجملة يبقى احنا اتكلمنا علي yet وعرفنا ان yet بتيجي اخر الجملة المنفية واضح نفي واضح الكي واردس اوكي يلا نتكلم على ever ever بتيجي مع حاكتين ever اول حاجة بتيجي في السؤال في السؤال ازاي have you ever have you ever found have you ever found a treasure مثلا have you ever found a treasure يعني هل في مرة الى اتكنز have you ever هل في مرة have you ever gone to egypt هل في مرة زرت egypt يبقى ever بتيجي في السؤال بمعنى هل في مرة او حاجة حاجة في مرة وبتيجي في تعبير تاني تعبير اللي انا حقولوك عليه دا this this the best person the best person i have ever met okay you can say that miss lamia is the best teacher i have ever seen and so on this is the best movie i have ever watched and so on دا تعبير that is that استخدام ever وطبعا دا كتير بيجيني في الاختيار وهنشوف دلوقتي لما نجي نحل test bank يلا نشوف never never بتيجي في النافي مثلا i have never eaten fish انا ابدا ما اكلتش السمك انساء دا بالنسبة لنفر بعد كده هنيجي بقى في قصة طويلة قصة sense وفور يلا نركز فيهم شوية خليني خليني ابدأ بيهم صفحة علشان ايما ما مكلم فيهم كتير بسوا بسوا معي ادي عندي sense و ادي فور سنس بيجي بعدها ايه مدة زمنية حكزوا بقى معايا في الكلام دا مدة زمنية محددة مسمى مقرخة بالتاريخ وقت بالساعة ماضي بسيط مدة زمنية محددة ومسمى مقرخة ووقت و دي الحاجات وكلمة وبيجي بعدها منزو منزو الطفولة دي الحاجات ومعها فترات اليوم منزو منزو فور طبعا معناها منزو فور معناها لمدة دي بيجي وراها مدد زمنية غير محددة خلي بالكم من الكلام اللي انا بقوله دا يلا نشوف اقول سينس جون يبقى انا سميت الشهر باسمه لكن هنا اقول ثري منت خلي بالكم ان هنا المدد ايه مجيش اشوف كلمة محددة طالما ما تسميش الشهر باسمه تصير مدة غير محددة اقول سينس ساترداي يبقى انا سميت اليوم باسمه مسماه الكلام من انا بقوله لكن هنا اقول four days وما تخدعش بالركم واشوف الركم وقول four days دي خلاص دي it's a sit time لا it is not a sit time طالما ما تسميش اليوم باسمه يبقى مدة غير محددة اقول at two o'clock ساعة اثنين يبقى نظبطها بالظبط لكن هنا اقول two hours وكتير دي يشوف two hours يقول wow خلاص دي ساة ساعة يم ويختار سنس لا two hours طالما ما حددش الساعة بالظبط صارت مدة غير محددة 1990 لكن هنا اقول six years زي ما قلتلكم طالما الحاجة ما تحددتش لا اقول since مثلا since the evening لا sorry since evening هنا اقول for a long time since i was a child هنا ماضي بسيط اقول for a period and son ويجي هنا برضو الكلام هيجي من القاعدة since ان since يا جماعة بيجي وراها ماضي بسيط وقابلها من ضغر اعتام اللي هو present perfect تمام ده بالنسبة لكل حاجة بتخص present perfect السؤال انا مش هتكلم عنه لان انا عندي فيديو خاص على تكوين السؤال والنفي وتكوين ال question tag اتمنى ان انتو ترجعوا للفيديو ده عشان الفيديو المراجحة ما يكونش طويل ويغلبني في الرفح يعني ويكون سعب نرجع للفيديو الخاص بتكوين السؤال نرجع للفيديو الخاص بكيفية حل سؤال القطعة نرجع للفيديو الخاص بكيفية حل سؤال السمري وسؤال الموضوع ويلا نشوف بقى البرزم بروفك بروغرسيف اللي هو زمد المضارع التام المستمر هو الفرق بينه انا قلته اوكاي الفرق بينهم انا قلته ان المضارع التام خليني اعملها لكم بالرسم كده اعمل نفسي مدرسة ماث واضي present والpast بحل سوري لا المفروض العكس اهو 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 ده ده الفترة دي كلها باست هو بدأ في الباست وانتهى انتهى دلوقتي اللي موجود الاثر ده المضارع التام لكن المضارع التام المستمر اهو 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 بدأ 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 في الماضي وما زال مستمر حتى الان يبقى ده الفرق بينهم حتى اسم continuing يعني مستمر يلا نشوف بتكون من ايه عندي اي وي ويو وذي بياخدو هاف زائد بين زائد اي ان جي عندي وي وي بتاخد هاذ زائد بين زائد اي ان جي اي ران Shoof let's see example i have been working since six o'clock till now she has been living here for seven years till now يبقى هو الحدث ما زال مستمر وده كل ما يخص present perfect وزي ما بقولتلكم ان نرجع لتكوين السؤال ونرجع لسؤال النفي الموجود على قناتي بعد كده أنا عندي ال comparative and contrastive connectors يعني اهمس الكلام ده يعني ادوات الربط اللي هي بتدل على التنقض it's okay يلا نبدأ اول حاجة باسهل حاجة واحنا كلنا عارفينها اللي هي بست تمام سوري اللي هي بط بط معناها لكن دي طبعا بنستخدمها في ايه بنستخدمها في كوميليتين بينهم contradiction بينهم تناقض بصوا معايا بط معايا تتعلم ايجب During summer But My friend But Sarah Likes Going To Europe هي أنا بفضل أروح هنا لكن هي بتفضلت روح هنا طبعا في تناقض بين الجملتين وخلي بالك إن بات جت فين في وسط الجملة لازم في حاجات تركات كده نخلي بالنا علشان دي بيتيجي في الاختيارات وبتلغبطنا جت وسط الكلام وما فيش قبلها أي كامل ديروا بالك من البانكتوشن ماركس في السؤال ده بالذات وفي الكمبراتف انت كنتراست في كانتكتر بذات لأن هي بتلغبط يبقى إحنا شفنا بات جت وسط الكلام بدون كامل إتس وكاي طيب نشوف الواحد الثانية whereas whereas معناها بينما تمام whereas بتيجي أول الجملة طبعا بتبقى capital like this whereas وبتيجي وسط الجملة وسط الجملة وبتبقى تلكتب بالشكل داخل لبالكم أنا بقوله عشان حتفيدكم كتير في الاختيارات وحنشوف دلوقتي لما نيجي نحل بنك الأسئلة whereas يبقى ممكن تبقى أبدأ بيها عادي بدون كامس بتيجي capital letter فأول الجملة عادي جدا ممكن بتجيني وسط الكلام بس لازم أخلي بالي إنها لما بتيجي وسط الكلام أو بين الجمل it should proceed by a comma يلا نشوف الجمل whereas my sister or my sis is a principal هي a principal هي مديرة okay I am still a teacher أنا لسه a teacher هذه جملة هيت بعد كده لو جات فوسة الكلام okay I prefer drinking coffee أنا بفضل إن أنا أشرب الكفي شوفوا بقى كامة وبعدين whereas my friend prefers tea or drinking tea لتنين صح شوفنا whereas يبقى أول حاجة but بتيجي وسط الكلام وذعوة كامس ما بيجيش قدمها فصلة أو كامس بينما whereas بتيجي أول الكلام وبتيجي وسط الكلام لكن لما بتيجي وسط الكلام بيكون أبلها كامة خلي بالكم من الكامس يلا نشوف on the other hand خلي بالكم أبلها إيه fall stop بعدها إيه بعدها كامة تيجي وسط الجملة بيكون خلي بالكم أول ما تشوفوا النقطة والفصلة تعرفها على طول إن هي on the other hand ومعناها من الناحية الأخرى كي طيب أقول إيه traveling by plane is fast شايفين النقطة أهي شايفين on the other hand أهي بعدها إيه الفصلة أو الكامة on the other hand traveling by ship is cheaper and more enjoyable وكمان أحسن وأمتع شوفنا on the other hand يا خلاص خلي بالكم من الكامز وخلي بالكم من حلامات التركيم البانك تويشن ماركس كتير هتفيدكم في الاختيار بعد كده عندي instead of instead of معناها بدلا من كي ويجي وراها فعل زائد ing جيرند يعني verb plus ing طبعا أقول instead of staying at home بدلا ما تقعد في البيت you can go out خلاص لازم نعرف معناها بدلا من معانيهم مهمة لأنه بيفيدوني كتير بعد كده عندي in comparison with عرفنا instead of يلا اللي بعدها والأخيرة in comparison with طرح دي معناها مقارنة بي وخلي بالكم بقى علشان نشوف ونحدد in comparison with دي استخدامها إزاي شوفوا الجملة معايا هتفيدكم أكتر من الكلام أقول مقارنة in comparison with flying شايفين الفصلة traveling traveling by ship is more ungeable in comparison with flying هل جت أي معلومة على الطيران لأ يبقى ما بيديش معلومة على الشيء اللي بيقارن بي مقارنة بي الطيران وبس ما قالش ان الطيران سريع ما قالش ان الطيران ألطف ما قالش أي معلومة عنه إداني المعلومة في الجزء التاني على الشيء اللي بيقارن بي اللي هو traveling by ship is more ungeable تمام يبقى دلها يميز in comparison with عن الباقي إنه ما بيديش معلومة عن الشيء اللي بيقارن بي ويكون المعلومة عن الجزء التاني خليني أعطيكو جملة تانية هفوق هنا في مكان هو in comparison with cities مقارنة بالمدن إداني أي معلومة عن المدن لا خالص هو حياتي المعلومة في الجزء التانية living in the country الحياة في الريف in the country or in the countryside لتنين صح is so calm هادي وقويت and so on ده بالنسبة لكل المعلومات على الوحدة الأولى ويلا نشوف بنك الأسئلة بيقول إيه they the law so they would be punished they has or have broken they have broken the law هما قسروا القانون يعني خلوا بالقانون حيوحزبوا I just my leg during the race I have just broken هاي شايفين just مفرود هنا have و هنا broken زي ما اتفقنا نبتقف الكلام she never to london طبعا شبا she has never she has been never to london she has never been to london she has never been to london the manager already the manager has fired يعني هو رفض الموظفين my feathers flight has arrive طبعا عارفين yet في جملة منفية يبع على طول my father flight لان هي مفرد hasn't arrived he in this school for five years where teaching has been teaching have taught طبعا has been teaching هي الجملة الصحيحة لان هي بتاخد has يعني معنى الكلام انه مستمر حتى الان i this novel all day long which means ان الحدث مستمر يبقى انا حاخد present perfect progressive اللي هو i have been reading وعندي دليلات في الجملة بتقول ان الحدث مستمر حتى الان they in that year since 1999 يبقى they are living ولا have been living ولا were living ولا has been living طبعا they بتاخد have been my sister for the olympic since last year خلي بالكو قلتلكم السنس بيقو را كلمة last my sister is training ولا has been training ولا has قاعدة تتضرب للألمبكس which means انها لسه بتتضرب لحد دلوقتي i in this neighborhood for several years i have lived my new car is not comfortable the old one in comparison with the old one whereas بيقاب لها كوم instead of ورا ing but بيقى ورا ها بتقي فست الكلام صح بس هنا عندي مكارنة بي القديمة هنا زي ما قلت لكم ما عطني ش اي معلومة عن الجزء اللي بيقارن بي والمعلومة الثانية طبعا موجودة في my new car is comfortable is not comfortable لبه اعطى المعلومة في new car not comfortable in comparison with مكارنة بي my old car hair phone for two minutes it's quite annoying طبعا ما زال التليفون بير يبقى has been ringing يعني موضوع جدا مزعق my brother looks very tired هو شكل تعبان he without breaks since morning which معنى ده معنى هو طول اليوم عاد بيشتغل present perfect progressive has been walking I prefer spending vacation in busy cities my brother prefers small village شايفين العلامات الترقيم نقطة وكوم دائما في القواعد مش كتير بنفكر في المعنى بنفكر في القاعدة نفسها I want to go out with friends I must study for the exam تمام I want to go out عايز أروح okay whereas لكن أنا المفروض أن أنا أذكر للامتحان وطبعا اللي حدد لي whereas أن أنا عندي فصلة قبلها كمان staying at home is relaxing you might feel bored طبعا هذه هيت on the other hand ومن ناحية الأخرى أنت بتحس بالإيه بالملل هذه علامات الترقيم اللي أقول لكم هتفيدكم teaching being a doctor is a hard profession يعني مقارنة بالتدريس الدكتور مهنته صعبة يبقى هنا in comparison with وطبعا هنا ما أعطني ش أي معلومة عن تدريس بس تعطاني المعلومة على الدكتور let's do some yoga jogging يلا نعمل yoga بدلا من jogging instead of jogging the tallest building in london are small those in new york طبعا ما أعطني ش أي معلومة على اللي في new york يبقى المباني في london صغيرة مقارنة in comparison with new york when it were ever possible I use honey I use honey sugar طبعا أنا بستخدم honey instead of sugar وكده يبقى خلصنا الجزء الخاص بالوحدة الأولى خلينا نشوف choice big is my friend plays computer games he doesn't revise his listen يبقى عايزني استخدم instead of my friend plays computer games instead of revising his listen دي الجملة الصح طبعا هو عادي يلعب بدلا من مراجعة المواد بتاعته he just sent طبعا he has just sent طبعا على القاعدة بنتبق my mother has cooked a delicious meal طبعا حنبدأ a delicious meal has been cooked وده نتكلم عنه a delicious meal has the boy has trained hard for طبعا أنا عندي has وهنا طالب مني tag question لازم نرجع للفيديو الخاص على تكوين السؤال الفيديو ده بتكلم على تكوين السؤال وبتكلم على tag question وبتكلم على النفي هيفدني جدا انا عندي هاذ هيت هتبقى hasn't he salim play tennis since 1912 2012 صوري سالم play stennis كذا ولا سالم سالم has been playing دي جملة الصح if the weather improves we will go for a walk طبعا شوية حاجات مش اللي تدل كلها للحاجات عامة وطبعا هناخد f بعدين يلا كده خلاص يلا نشوف ال يونت اللي بعدها هنة تو هنة تو بتكلم على past perfect شنو بس perfect اللي هو الماضي الت الكلمات اللي بتدل خلينا من الكلمات تكوينه a had زائد التصريف التالت ونها في a hadn't plus baby الماضي التان بيعبر عن a طبعا بيدل على لما يكون عندي حدثان بالماضي لازم نفهم عشان عارف نطبع أحدهما أقدم من الآخر الاثنين حصلوا في الماضي بس واحد أقدم واحد أحدث هما الاثنين ماضي على فكرة طيب الأدم بيبقى إيه بيبقى ماضي تام past perfect اللي هو had plus baby يبقى الحدث اللي حصل الأول بيبقى ماضي تام والأحدث اللي هو الحدث الثاني بيكون best simple بيكون ماضي بسيط هي دي الفكرة أن احنا بنستخدمه لما يكون عندي حدثان حصلوا في الماضي واحد أقدم من الثاني الفعل الأقدم بيبقى ماضي تام والفعل الأحدث بيبقى ماضي بسيط يلا نشوف القواعد اللي هي بتيجي معهم بتيجي مع after after دي معناها بعد after بييجي وراها ماضي تام خلي بالكم وبعدين ماضي بسيط ودايما انتو في الامتحانات يعني بيأتيكي ماضي بتام تعرف ان انت هتختار ماضي بسيط أو بيديك ماضي بسيط تعرف ان انت هتختار ماضي تام after he had reached home بعد ما وصل الhome he had a shower خد a shower أو he took a shower عادي يبقى افتر وراها ماضي تام ماضي بسيط أوكي بعد كده عندي بفور عكسها بيفور باي ذا تايم وين بيجو وراهم ماضي بسيط وبعدين ماضي تام الهو البس بفكت بيفور he came قبل ما ييجي قبل ما يوصل he had made a call اتصل بيا وقال لي انسان زوق قبل ما يوصل اتصل بيا وقال لي انه جاي في حاجات تانية لازم نعرفهم بقى بصوا معايا عندي hardly دي بيجي معاها وين هنخلي بقالنا في حاجتين في hardly في وين ادي اول حاجة الحاجة الاولى اللي احنا هناخد بالنا منها ان hardly بالبار اللي بيجي معاها وين ان hardly لو جات وسط الكلام like this he had hardly reached when I left هو كان وصل لما انا غدرت لو بدأت بها الجملة بعملها معاملة اداة استفها طبعا لما يجيبلي hardly capital غير لما يحطيلي begin with hardly او يقولك use hardly اذا جابها لك capital يبقى المفروض ان انت حتحطها اول الجملة واي اداة متضمنة معنى نفي عند بدء بها تعامل معاملة الاستفهام يبقى انا هعملها كأنها اداة استفهام بيجي ورافع لمساعد like this hardly had he reached home الجزء الثاني ثابت زي ما هو يبقى hardly في وسط الكلام he had hardly reached بتيجي بين twin had and التصريف الثالث لكن hardly في اول الكلام دي اداة ربط متضمنة معنى النفي لما ابدأ بها اتعامل كأنها سؤال بيجي ورافع لمساعد بقول hardly had he reached تمام بعد كده نشوف اختها scarcely نفس he hardly when scarcely when he had scarcely called when i was busy لو حبدا بيها تبقى تعمل معملة اداة السؤال باس scarcely had he called that so the hardly when و scarcely when بعد كده عندين sooner than بقى البرل معنى sooner than he had no sooner reached than i left خلي بلكم من البر no sooner than طيب لو انا هبدأ بيها يبقى no sooner had he كان هاد سؤال 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 بعد كده كمان عنديك as soon as as soon as as soon as d بيجي معاها ماضي تام وماضي بسيط as soon as they had called ومجرد ما هم اتصلوا i answered انا رديت عليهم انشاء طبعا ده بالنسبة لينت وده كل الجزء الخاص بينت وخاص على ويلا نروح للأسئلة ونشوف ايه بنك لأسئلة بصوا معي نحن وقفنا هنا يلا عايز اني هنا using after طبعا انا قلت لكم after بيجي ورا ماضي تام وبعد الماضي بسيط i watched the floor the benter left okay i watched the floor the benter left طيب ها يبه watched the floor with the benter left انا اللي حصل الاول اللي كان بيبايد مشى ولا انا غسلت مفروض ان هو بيد وبعدين انا غسلت يبه اللي حصل الاول يبه after the benter had left ايوه i watched the floor يبه دل انا كلام اللي انا قلته لكم لازم احدد اللي حصل الاول لان الحصل الاول هو اللي يكون ماضي تام والاحدث بيكون ماضي بسيط يبه اي اللي حصل يبه الشخص اللي كان بيد البيت او بيبيض البيت مشى وبعدين انا watched the floor يبه i watched the floor after the winter had left بعد كده قل استخدم before i saved my document the computer crashed يعني ايه اللي حصل الاول ان هو سيف المعلومات بتاته وبعدين الكمبيوتر اتدمر ده المنطقي يبقى حيقول ايه before i saved the before i saved my document the computer had crashed يعني الكمبيوتر كان اتدمر قبل ما سيف المعلومات بتاتي اوكي لان before بيجو وراه ماضي بسيط salim arrived at the ceremony everyone left يبقى باي the time salim arrived لان باي the time salim arrived لان باي the time بيجو وراه ماضي بسيط وبعدين ماضي time everyone had left yes ali worked on the english project by himself what did ali do by himself what did ali do by himself they they had arrived before it got dark when did when have when had and and nuffy had hadn't plus baby we had revised well before we took the exam we had revised well we we no no it trained teachers taught students how to write short stories يبقى تراين تيتشيرز توت ستودينس يبقى ستودينس اوكي وار توت لأ طبعا دي باسف وحنشوفها في الباسف يعني خلص خلينا بقى نستنى الباسف علشان ايه نحل وما نسبقش الاحداث نقف هنا ده بالنسبة ليونت تو يلا نروح للقواعد الموجودة في يونت ثري انا عندي الادجكتف اللي هي الصفة وعندي الظرف الصفة it's a word that describes a noun كلمة تصف اسم لكن الظرف it's a word that describes a verb كلمة تصف الفعل بسوا معي يعطيكم مثال هو شخص هادئ يبقى quiet هنا بتوصف he اللي هو pronoun or pronoun اسم او ضمير لكن هنا هقول he speaks هو يتحدث quietly بهدوء طبعا quietly هنا جاية توصف الفعل اللي هو speak ده الفرق بين الصفة والظرف ان الصفة بتوصف اس والظرف بيوصف فعل وبنحول من الصفة للظرف باضافة الواي يلا نشوف عندي quiet quietly يعني اقول سارة is quiet سارة speaks quietly تمام nice nicely حلو لان انا عندي quick هي salem is quick salem runs quickly لو انا حوصف اسم احط quick لو انا هجيب ظرف هقول quickly طبعا عندي الشواز بقى يلا نشوفهم good الظرف منها well سارة is a good character شخصية جميلة character she لها سارة behaves تتصرف well بشكل جيد هنا جيد وهنا بشكل جيد يبقى ادي اول الشواز عندي fast نفسها fast ما بنقولش fastly الاثنين بدون تغيير عندي hard نفس الشي بتكون hard سارة is fast is fast she runs fast نفس الاثنين زي بعد بدون تغيير ونفس الشي hard hard وده الجزء هو خاص بالاضجكتيف and that verbs okay بعد كده انا عندي اف خلينا نقول القاعدة كلها ونحفظها مع بعض انا عندي زي ري كنديشنل اف مضارع مضارع اف برازنت برازنت بدون تغيير اف مضارع مضارع امتى نستخدم الحالة الزيرو مع الحقائق if you heat water اذا سخنت المية it evaporates تمام محتاج اعرف تصريف الفعل المضارع بيكون ازاي عندي i we you they مصدر دول بيجمعها مصدر بدون اضافة read مثلا لكن عندي he she it s فعل زائد s هنا بنقول read يبقى دي الزيرو كنديشنل اف برازنت برازنت اف مضارع مضارع نيجي للحالة الاولى لأف الفرست كنديشنل اف اف مضارع والمصدر السكند كنديشنل اف ماضي ود مصدر نحفظهم كده الثرد كنديشنل اف ماضي تام ود هاف تصريف تالت يبقى اف برازنت برازنت اف مضارع مضارع دي الزيرو الحالة الاولى اف مضارع والمصدر الحالة التانية اف ماضي ود مصدر الحالة التالتة اف ماضي تام متونة متكلمين عنه بيتكون من هات بلاس بي بي ود هاف تصريف تالت يلا نروح للامثلة اف هي ترينز ويل لو تمرن كويس هي ويل وين سوف يفوز اف اف ه اف 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 وين دي حالة ايه تانية هدي اولى ودي الحالة التانية ودي الحالة التالتة اف إذا كانت مرة كويس يبا هي دي حالات إف ببساطة إف مضارع مضارع خلينا حتلك الزيرو كمان في مثال إف يو فريز ووتر لو جمدت المية هتتحول للتلك دي طبعا الحالة الزيرو دي الحالة حقيقة ما لهاش أي مجال لحدوث أي شيء آخر يبقى إف مضارع مضارع إف مضارع أهوة خلي بالك لأن إنت بيجيب لك مضارع على طول بتروح للو المصدر إف ماضي وود مصدر بيجيب لك ماضي بتروح سيدا على وود مصدر بعد كده إف ماضي تام بتلاقي هذا التصريف الثالث يبقى هتختار وودها في تصريف ثالث وتحفظوها زي ما أنا كتبهها هالشكل إف مضارع وود مصدر إف ماضي وود مصدر إف ماضي تام وودها في تصريف ثالث وطبعا الحالة هي zero conditional مدارع مدارع وكده دي القاعدة اللي موجودة في unit 3 ويلا نشوف الشي اسمه يا يلا The play was very sad المسرحية كانت حزينة The final scene ended طبعا ended tragically ده في ظرف طبعا لأن الحدث الأخير انتهى أنا بوصف الفعل اللي هو انتهى tragically If he hadn't been دي الحالة الثالثة ماضي تام حاختار Would have تصريف الثالث زي أنا أخبرت لكم We will become L طبعا أنا هنا عندي Will زائد المصدر You continue eating fatty meals طبعا هنا عندي If you continue eating إذا انت استمريت ان انت تاكل الفاتي ميلز حتبقى مريض A newborn baby should be held يعني لازم أمسك البيبي الصغير زي carefully بحرص لأن بحرص جاية توصف held If you hadn't wasted دي ماضي تام يبقى على طول الأخطار Would have تصريف الثالث You can hear what I'm saying If you keep quiet إذا انت عتساكت حتسمع كلامي كويس If he meet with the birthday I will attend هنا عندي ويل زائد المصدر يبقى أنا حاخد مضارع If مضارع Will مصدر على طول The man was طبعا أنا هوصف المان فهقول ان المان was a serious اوكي لأن دي صفة توصف الشخص She doesn't She Sorry The shoes doesn't fit Doesn't fit comfortably لأن أنا هنا بوصف الفتنج بتاحها إن هي مش مناسبة ليا اوكي If people follow If مضارع على طول والمصدر will become مش بنفكر If مضارع والمصدر If ماضي وود مصدر اوكي and so on If I were a scientist طبعا لو كنت scientist I would do على طول لأنه يجي حالة حالة تانية If I were you خليني أقول لكم عليها أما أقول If I ويجيلي كده في الامتحان If I be you لو كنت مكانك I would buy a car أنا كنت هشتري سيارة لما لأي كده في الامتحان Sorry I would buy a car If I المفروض ان I بتاخد واز لكن في الحالة دي بتاخد where If I were you يعني لو كنت مكانك احفظوها If I were you لو كنت مكانك على طول تبقى حالة تانية I would I would visit the doctor كنت هروح للدكتور ودي نوع من النصيحة يعني The boy behaves nice شايفين nice أنا عايزة أوسف behave فأنا هحتاج The boy behaves nicely We need passports This is present تبقى على طول Okay If We need passports If you want to travel دي حالة zero ليه مش لم يدي حالة zero لأن هي يعني إذا احتاج تسافر محتاج passports مالهاش أي فرضية تانية غير كده If مضارع مضارع زير conditional Had he come earlier على فكرة دي الحالة التالتة Had he لا دي الحالة التانية Had he come earlier He Sorry If He Had he come لأ دي حالة تالتة على فكرة Wouldn't miss the beginning of the movie Wouldn't have missed خليني أشرح لكم دي If he had come He would have met me دي الحالة التالتة ممكن يقول لي ابدأ be had يبقى هحزف F هقول had he come يبقى دي حالة تالتة had he come he would have met يبقى دي الحالة التالتة تركزوا لما يبدأ بها دي يبقى في الحالة ديت حالة تالتة يبقى we should treat the needy compassionately we need we should treat the needy with compassion tly لا هي الأولى ديت طبعا إن هي ظرف حنستخدم ال y my brother didn't watch the film because he had slept if my brother if he hadn't slept early my brother would have watched the film if he hadn't slept early كان حيشوف الفيلم لو ما كانش نام مبكر ده طبعا بس خلوني هنا أشرح الجزئية الخاصة بها اللي هي أن أنا استخدم هاد في if I were you I would meet the manager لو كنت ما كان كنت حروح وقابل المانجر دي حالة تانية ممكن يقول إبدأ ب where هقول where are you لو كنت أنت I would meet the manager يعني ممكن يقول لما يقول لي في if ابدأ where يبقى هو عايز أن أنا أكمل الحالة التانية بحز في if وبقول where are you خلي بالكم من الجزئية دي هتبقى where are you نفسها في الحالة التالتة if they had come they الحالة تالتة would have have mr al و جاي لي وقال لي ابدأ بهات أو أن أنا شفت هات في الأول يبقى دي الحالة التالتة هتبقى أحزف f had they come خلي بالكم من النقطة دي مهمة جدا وحساسة وما حدش بيقولها had they come they would have met كما الجزئية الثانية عادي يبقى كده احنا خلصنا ينا السري تمام تمام ويلا نروح unit four بص معي أنا عندي because معروفة معناها لأن صح بيجي وراها إيه بيجي وراها السبب شوفوا الجملة I طبعا بيجي وراها كمان جملة كاملة يعني فاعل وفاعل وتكملة I study hard أنا بدرس كويس because I want to to be a doctor لأن أنا عايز أكون doctor ده بالنسبة ل because نيجي بعد كده لإن order to 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 و so as to دول كمان معناهم لكي بس دول بيجي وراهم جملة مختصرة يعني مصدر على طول طب خليني أطبق على الجملة الأولى ده هي أهو أطبق عليها تحت هنا أهو شوفوا يعني هنحولها بقى لإيه لأن order to بسوا معي أهي I study hard شوفوا because I want to be the doctor لأ هقول على turn order to be a doctor I study hard in in sorry in order in order oh my god هقول إيه in order to be a doctor يبقى in order to وصوأ as to بيجي وراهم مصدر على طول لكن because بيجي وراها جملة كاملة بعد كده عندي so that بيجي وراها so that معناها لأن بيجي وراها فاعل وبعدين can أو could وبعدين مصدر أوكي خلينا على نفس الجملة اللي فوق هستخدم so that هقول I study hard so that الفاعل اللي هو مين I وبعدين هنا هستخدم كان لأن الجملة مضارع so that I can be a doctor ده بالنسبة so that بعد بعد كده عندي the real cause of the real cause of معناها السبب الفعلي لي okay eating sorry eating one tea eating fatty food is the real cause of his health هو السبب الحقيقي للمرض بتاعه وانا الريل cause of بيجي وراها اسم بيجي وراها ناون على طول بعد كده lead to معناها يؤدي إلى spending a lot of money leads leads to يؤدي إلى poverty يؤدي إلى الفقر اذا عادت تصري في rationally it leads to poverty يؤدي إلى الفقر وده الجزء الخاص ب unit four وخليني بقى أخلص شرحه كله لأن الحاجات الجاية بسيطة وبعدين نبدأ نحل عليهم كلهم مرة واحدة unit five بتتكلم على wish وركز معايا في i وش وش دي معناها يتمنى أو الحالة تمني شيء مستحيل في المضارع نستخدم فعل ماضي اتنين تمني شيء مستحيل في الماضي نستخدم فعل ماضي تام لوهات بالعصبيبي تلاتة تمني شيء مستحيل في المستقبل نستخدم ود أو كد يبقى المضارع ماضي اسمه الريل بافستي الماضي الغير حقيقي بسو معي i wish انا اتمنى i were in ايجيبت اتمنى دلوقتي ان انا اكون في مصر طبعا انا عندي هنا دي امنية مستحيلة انا الحين بالكويت مقدر اكون في مصر فانا استخدم where امبارح عدة وانا كنت اتمنى ان اكون في مصر مبارح i wish i had been in egypt yesterday طبعا مبارح حدا هذه كمان امنية مستحيلة بالماضي انا استخدمت معاها ماضي تام اعايز استخدم في المستعبل بقى i wish i could اتمنى ان انا be in egypt تم واضحا يعطي لكم سال ثاني ارب كل معنا اوكي يبقى لما تكون الامنية المستحيلة في الوقت الحالي باستخدم معاها ماضي امنية مستحيلة في الماضي استخدم معاها ماضي تام واحنا درسنا الماضي التام امنية مستحيلة في المستقبل باستخدم معاها would او could ده بالنسبة اليونيس 5 هي قاعدة بسيطة ما فيها شيء بس نركز معاها نيجي بعد كده اليونيس 6 اول حاجة انا عندي مست زائد المصدر اقول هي مست بي بي الدكتور هو اكيد هو دكتور انا شفت واحد يعني لابس يونيفور متاع الدكتور وقاعد يكشف على الناس يبا هي مست بي الدكتور اكيد انه هو الدكتور والحدث ده زمنه مضارع اوكي ده استنتاج في المضارع اسمه دكشن لكن في الماضي حتكون must have been اوكي he must have been الدكتور لو انا في الماضي مثلا مشوفتو عايز اعمل دكشن اقول he must have been الدكتور اكيد هو دكتور اوكي he had examined اوكي اوه واز اوكي examining the patient تمام ده بالنسبة لما must have been نفس الشيء اما كون ده لما تكون متأكد من حاجة بستخدم must زائد المصدر لما يكون متأكد من حاجة في المضارع must زائد المصدر متأكد من حاجة في الماضي must have been يبقى ده دكشن يبقى عند التأكد يبقى دكشن او الاستنتاج او التأكد في المضارع لما كون متأكد مية بالمية must زائد المصدر والماضي must have طبعا تصريف تالت بي بي ممكن يكون بين او اي حاجة تانية طبعا must be شنو نافيها can't be اذا كانت مضارع وازا كانت ماضي can't have been يعني الجملة اللي احنا قلناها هي must be a doctor he can't be a teacher مستحيل يكون teacher واللي كانت في الماضي يبقى he can't have been a teacher تمام ده بالنسبة ل must be وكانت بي بعد كده لما اكون مش متأكد من الشيء بستخدم might be او might might be هي بي دي اشارة للمصدر يعني ممكن بدل بي يكون مصدر نفس الشيء بدل بي آه سوري آه هنا بدل بين يكون مصدر he must be اوكي لا انا قصت في الحالة دي سواني انا قصد في بين بين هنا ممكن استخدم بدلها اي تصريف تالت مش رت بين بين هنا ممكن استخدم بدلها اي تصريف تالت حسب معنى الجملة اقول he might بي ال ربما يكون مريض يعني يعني he is not at school so he might be ال طب he wasn't at school he might انا مش متأكد من الحدث he might have been ال ده طبعا الجزء الخاص ب يونيسيكس بالموديل الوربس والديدكشن ويلا نشوف الباسف voice اللي هو المجهول ايه الاساس في استخدام الباسف بصوا معايا ان انا اول حاجة لا اول حاجة ببدأ بالمفعول تاني حاجة بجيب verb to be على نفس زمن الجملة ونركز في الحتة دي لان دي اللي حيكون فيها الكلام تالت حاجة تصريف تالت رابع حاجة بي بي اي جملة باسف بتعامل معاها بالطريقة دي ايه هي الطريقة دي اول حاجة ابدأ بال ايه ابدأ بالمفعول تمام بعد ابدأ بالمفعول ذات بتبقي على نفس زمن الجملة ودي الجزئية اللي انا هاشرحها لكم وثالت حاجة بتبقى تصريف ثالت وبعدين بي بي طب يلا نشرح الجزئية دي يعني ايه مثل يا مثلم يا الحتة دي لو زمن الجملة مضارع لو زمن الجملة مضارع يبقى انا هستخدم ام واز وار طيب اوكي يبقى انا لما اجي حول للمجهور انا هبدأ بالمفعول اوكي وبعد ما ابدأ للمفعول هعمل ايه هشوف زمن الجملة اذا هو مضارع هتجيب ام واز وار وبعدين احط تصريف ثالت وبعدين بي بي طيب انا هستخدم انا هستخدم واز وار وبينك حلو طب لو زمن الجملة ماضي مستمر هستخدم واز ووير وبينك طيب مثلم يا لو زمن الجملة مضارع تام هستخدم هاز وهاذ وبين لو زمن الجملة الاساسي طب مثلم يا لو زمن الجملة ماضي تام هستخدم هاد بين طيب مثلم يا لو زمن الجملة مستقبل هستخدم او فعل ناقص يعني هستخدم كان اللي هو الفعل الناقص اول او مصد تمام وبعدين هجيب بي وبعدين البي بي يبقى هحط بي وبعدين بي بي اذا اوكي يبقى انا عايزة عايزة اخلي الجزئة دي لوحدها هحط بي سوري هنا وبعدين البي بي لو زمن الجملة مستقبل هستخدم بي وبعدين البي بي يبقى انا ادي تحويل خطوات التحويل المجهول نبدأ بالمفعول بي على نفس زمن الجملة تسريف ثالث اوكي بس يبقى ببدأ بالمفعول وبعدين استخدم فير بتوبيع على حسب زمن الجملة وبعدين احط تسريف ثالث ايه حتة فير بتوبيع على زمن الجملة اطالع زمن الجملة اللي قدامي اذا هو مضارع باستخدم ام واز وار وراه تسريف ثالث اذا هو ماضي باستخدم واز ووار وراه تسريف ثالث اذا هو مضارع مستمر باستخدم ام واز وار بينج ووراها تصريف تالت لو هو ماضي مستمر بستخدمه أزوار وبينك وتصريف تالت لو هو مضالع تام أستخدم هذا وهاف وبين وتصريف تالت ولو هو ماضي تام بستخدم هات بين زائد التصريف التالت ولو هو مستقبل بستخدم بي زائد التصريف التالت وخليني أحط لكم سال في كل الكلام ده سعر بلايس فوتبل فوتبول إيز بلايت باي سارا عادي أقول هؤلاء لأنه إذا زي ما نقول لها بضرع استخدمت إيز لأن فوتبول مفرد سارا بلايت فوتبول زي ما نقول لها ماضي بحض فوتبول أبدأ بالمفعول اللي هو فوتبول وبعدين حاستخدم واز أول لأنه زي ما نقول لها ماضي وبعدين تصريف ثالث واز بلايت باي سارا سارا إيز بلايينج فوتبول ده مضارع مستمر هقول فوتبول أمو إزوارو بينجز التصريف ثالث فاكرين فوتبول إيز بيينج بلايت باي سارا عادي أقول هؤلاء ماضي مستمر سارا واز بلايينج فوتبول بلايت فوتبول وده الجزء الخاص بالاكتف والباسف وبعد كده أخذ جزئية عندنا في المنهج اللي هي حروف الجر أول حاجة عندي حروف الجر بصوا معايا أنا عندي أول حرف الجر اللي هو إن إن بتيجي مع الشهور مع الفصول المدد الطويلة مع السنين بتيجي مع التاريخ بتيجي مع فترات اليوم بتيجي مع الأعياد والمناسبات إن جانيوري إن سامر إن نانتين نانتين نفسها أوكي نانتين ايتي مسلا أي تاريخ in the morning in the evening in the afternoon in in the mother's day في عيد الإيه الأم طبعا إن بتيجي مع الحاجات دي طيب أم بتيجي مع إيه أم بتيجي مع الأيام تاريخ كامل شهر محدد بيوم أيام أقول on Monday march first يبقى طلع تاريخ march first تدي شهر محدد بيوم سوري هنعكس وتاريخ كامل مثلا on June 26 19 90 بس الحالة دي بنستخدم on بتيجي مع أفعال مع كلمات معينة أقول on duty on holiday هنا في الحالة دي بنستخدم on أقول on foot على الأقدام on foot بتيجي مع insist on مع فعالة زي insist on يعني مصرع على لكن هنا بريسست in insist on keen on برضو أوكي أو عندي كمان كلمة I have come on time أنا جيت في الوقت المحدد بالنسبة لإن بتيجي مع أفعال معينة بقى مع صفات معينة زي interested in مهتم بي زي take part in ده بالنسبة لإن وان بعد كده عندي by يعني بواسطة بتيجي مع وسائل الموصلات أوكي وبتيجي كمان ببواسطة شخص by Sarah by Salem يعني هي معناها بواسطة بعد كده عندي at at بتيجي مع عاصفة أو good at أقول bad at at كمان بتيجي قبل الساعات at six o'clock أي ساعة بتاخد at at بتيجي مع مكان محدد أقول at school المكان المحدد بصور نقول at school at work طالما مكان صغير ومحدد بصور نقول عليه at إذا مكان كبير بياخد طبعا حرف الجر in I'm sorry أقول at school at work at cinema طالما مكان محدد وأقول كمان at home في المنزل هذه بالنسبة لحروف الجر طبعا كده يبقى خلصنا ويلا نروح على الجسمة بنك الأسئلة نشوف نماط الأسئلة بتيجي إزاي هذين المنزل أسئلة لحروف لحروف المنزل المنزل إذا كان في جديد لسواق ، إنه لم يتم تستخدم لو كانت درب كويس ما كانش هيخسر المتش لو هو ما كانش تحت سترس طبعاً طبعاً موتها في تصريف ثالث لأنها الحالة الثالثة ق Perl's are allowed to declare a holiday if it rains ولي عيد طبعاً هنا مدارج يفترين زي كانها فاكت إذا كانت ملت بضع هاüne يجب على تحت إذا كانت ملت بضع حالة الثالثة كان هو أن يكون ملت بضع حالة الثالثة يمكن أن تستمر الثلاء if he had attended the lesson he would have got طبعاً would have تصريف تالت لجزئية الخاصة if ربما يجي لجزئية الخاصة to and order to بصوا معايا هنا it is believed that drought and the climate change our desertification يترى so that or order to or with the result that are طبعاً the cause of يعني السبب المؤدي إلى doing exercises and following a healthy lifestyle are in order to طبعاً the same the cause of ده السبب بتاع keeping fat the students exert a lot of effort will get who طبعاً أنا عندي هنا هو وخليني أشرح لكم الجزئية دي هو الذي أو التي للعاقل which الذي أو التي لغير العاقل حوز تحل المحل ضمير الملكية عندي وين حيث للزمان عندي وير حيث المكان we stayed in a nice hotel in which we enjoyed our vacation اللي في إحنا enjoyed our vacation we decided to travel the summer vacation began last we decided to travel when the summer vacation حيث بدأت العطلة we stayed in a nice hotel overlooks طبعاً hotel غير عاقل حناخد which do you remember the day the day وين حيث للزمان ناخد وين my brother ambition ambition is to be a doctor my brother whose ambition اللي طموحه أنه يبي ضمير الملكية المفروض his ambition يعني طموح بتاعه تبقى whose ambition I finally bought the car طبعاً كار غير عاقل حاخد which the writer novel received the great okay the writer whose novel يبقى الكاتب اللي اللوايا بتاعته فازت طبعاً so and so and so he joined the sports center he wanted to be fit and healthy so that يبقى so that he can be fit and healthy زيحنا نسو ذات بيقوا فاعل وبعدين كان وكد he felt very tired he couldn't go out for a walk he felt very tired because he couldn't go for a walk because he felt very tired we arrived late to work the streets were very crowded with the result of we arrived late to work with the result that crowded streets ولا the streets were very crowded with the result that we arrived بحيوها من جينة بحيوها بحيوها ان يحسن أخذ الى الكثير من أولئك يستطيع المنزل المصادر التي لم تكن أحب الشور الرجال ومن ثم كان من المشرك يبقى we need to hurry up in order to attend the meeting. The scientists were entered their invention helped humanity. The scientists whose inventions helped humanity were entered. I visited the National Museum. I learned about history at the museum. Where I learned. I learned and so on. I wish. I'm sorry. I don't know where he lives. I wish I knew. The first one. I wish I had money. I could go. I wish I saved. I had saved. Our neighbors are always busy. I wish they the noise down. Noisy. Sorry. I wish they had kept. This is of course the wish. Let's go straight to that. Let's see the word. Let me remember the word the same. To have run out of. In today's fast-based world, no one can easily keep up with. يتقماش مع. Look forward to. نحفظ. نحفظ. Come up with. خلي بالكو. To help the sheep stay float. The seller need to get rid of. يتخلص من. To cut. The doctor advised the lady to cut down with sugar. To cut down with sugar. If she wanted to lose weight. Cut down. لا. Sorry cut down. On. بس كده يبقى دي لازم نحفظ الأفعال ديت. يلا. أوكي. وإحنا كده خلصنا أو بطينا المنهج. وإذا حتكتوا أي شيء. You can contact me on telegram. أتمنى أنتو ترجعوا للفيديو الخاص. آآ. الفيديو الخاص الموجود على القناة التليجرام. الفيديو الخاص بتكون سهل. الفيديو الخاص بكافية سؤال القطعة. الجزء الخاص بالسامري. ويجد لك إن شاء الله. شكرا